طيب هتوقف عند الحتة الصغيرة انت كلمت فيها دي كنا بنلعب من اجل احنا بنحب الكورة طبعا وكنا بنحافظ على جامع هيرنا طبعا هتقول ايه للعيبة الحالية دلوقتي اللي ربنا يزيدهم طبعا اللي ياخدوا اللي ياخدواه طبعا بس مفود يده قد اللي بياخدوه طبعا هتقولهم انت ايه يا كبتر الخواجه انتوا لقتي في نعمة عاوزتوا قلوهم ايه اقولهم برضا انتوا في نعمة عافظوا عليها كل لعيب كورة دلوقتي محترف انه هادا المفروض ان هو يعلي من سعره هعلي من سعر ازاي بان انا ازيد من اشتغل على نفسك من اهتمامي هلتزم اكتر اخاف على صحتي دي رص مالي لازم احافظ عليها ده اللي هيخليك تبقى لعيب كويس وتقدر تفيد بلدك والمقايم عاجل المنتخب ان انت بعد كده اللعيبة دي طبعا في الاخر المنتخب فطبعا هم الحمد لله هم شافوا شافوا حاجات بسم الله احنا اني ما شفناش لو انت النهاردة لو انت النهاردة بتلعب قامل احتراب تاخد كام خطيب ياخد كام فريق عز سعادة ده ياخد كام صفوط عبد الحليف ده كان ياخد كام طه بصري ده كان ياخد كام انت حكيت لي كانيك وقفة مع صفوط الله يرحمه يحسن اليه انت سعادة كنت بتقول لي انا بقى فاتفرج عليه في الملعب بس الله يبلعب قدامه كده وبعد اتفرج عليه ويمسك الكرة ويعملها مش عارف ازاي وعملها لأ كان اللعيب عالي اوي الله يرحمه وكنت احبه انا اوي يعني اوي اوي اللعيب هادي ما عمش بتاع المشاكل واللعيب عالي جدا 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 اه والله يعني احنا ما بنقول الزمن ده كانت اللعيبة بتحب الكرة من اجل الكرة وبتحافظة على جماهينا زي ما بنقول وكان مفيش بقى ايه ان انا زمل اهلاوي وانت زمل كاوي الكلام ده لا امش عارف انا نفسينا نجيب الجزة اه اه دلوقتي الدينيا اختلفت خالص الدينيا اختلفة طبعا يعني انت في الزمن اللي احنا كنلعب فيه يعني كان يعجبك صفوط قوي اه طبعا يعني صفوط كان من اللعيبة الكرة اللي تكيفة الكرة يعني طار الشيخ كان من اللعيبة الكويسين جدا طبعا